هنروح للسكواش عنا دايما على أبطالنا اللي بلعبوا بر مصر سواء مصطفى عسل أو سليمان أو يوسف سليمان بطولة علام لسكواش اللي بتتلعب في إنجلترا مصطفى عسل ويوسف سليمان لعبة النادي الأهلي قدروا إنهم يتأهلوا دور 16 في بطولة علام الدولية لسكواش اللي بتتلعب في الفترة من 28 مارس اللي احنا فيه والحد 3 إبريل مصطفى كان سعد لدور 16 بعد فوزه على زميله فارس دسوقي بنتيجة 3-2 مطش كان صعب قوي صعب قوي وفارس على فكرة فاز على مصطفى في البطولة الأخيرة مصطفى عسل هيلعب في الدور اللي جاي مع الإنجليزي باتريك روني أما يوسف فكان صعب على حساب الإنجليزي أدريان وولر بعد ما فاز عليه بنتيجة 3-0 ويوسف هيلعب في الدور اللي جاي مع الكولومبي بجاكيل روديجر والمطش دول إن شاء الله بنسبة كبيرة يا رب هنتأهل منهم لدور الثمن وكل التوفيق طبعا ليوسف مصطفى عسل ويوسف سليمان الاتنين طبعا دي صورة المصطفى وبيسجد شكرا لله بعد فوزه ويمكن مصطفى تعرض لكم خطة الفترة اللي فاتت بداية بإيقافه ومرورا بخسارة فاينال بطولة من البطولات ولكن مصطفى بالرغم صغر سنه 21 سنة ولكن اكتسب خبرات وعنده من الجلب وعنده من الصلابة الحقيقة أنه يقدر يتخطى الصعاب سواء في الملعب أو خارج الملعب وأيضا من يوسف سليمان ماشي بخطة سابتة للأمام للأمام كل التوفيق اللي لعبتنا هنتبعه ومنجب لكم أخبارهم بإذن الله